اشتركوا في القناة 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 والاليات العسكرية للواء الهجوم العاشر التابع للقوات المسلحة الاوكرانية واعلن البيان تحييد اكثر من 100 جندي اوكراني من الكتيبة 21 لواء الالي 56 التابع للقوات المسلحة الاوكرانية في اتجاه دونيسك نتيجة لصد محاولة هجوم معادية من قبل قوات التحالف في مدينة بيرو مايسكوي قرد في البيان تمكن العدو من التواغل في اعماق دفاعنا باستخدام محاولات الدبابات في اتجاه زلتا يعني هم سابقهم يتقدموا وبدأت الضربات الموجعة للقوات الاوكرانية تمكن العدو من التواغل في اعماق دفاعنا باستخدام محاولات الدبابات وتم القضاء على 47 وحدة مدفعية و16 آلية عسكرية دي الأخبار على الأرض بيسكوف بيتكلم على طلب العاجل لأوكرانيا للانضمام إلى الناتو بيقول سمعنا عن ذلك ورأينا ردود فعل مختلفة في دول وافقت ودول لم توافق وافتكروا أني محاولة انضمام أوكرانيا إلى الناتو هو سبب الحرب الذي يحدث الآن يعني عايز يقول فيما معناه أن لو انضمت أوكرانيا إلى الناتو سيكون ذلك حرب مباشر بين حلف الناتو وبين روسيا طيب أي أخبار حلف الناتو حلف الناتو بدأ يتفرق طيب بعد علقة بركينة فاسو واللي حصل وتم يعني يعني انهاء النظام الموجود التابع لفرنسا في بركينة فاسو واللي يقوم على السفارة الفرنسية ورفع العالم الروسي كما رأينا في الفيديو السابق وشفنا في بداية الفيديو يعني فرنسا بتهدي 12 مدفع هاورتزار إلى أوكرانيا وده نتيجة لذلك روسيا يعني ردت عليهم في بركينة فاسو النظام الموالي لفرنسا في بركينة فاسو تم الإطاحة به وحرق السفارة وكانوا بيقولوا روسيا 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 هنشوف مدافع هاورتزار ونشوف أيضا يعني وهم بيقولوا روسيا 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 يعني ما جبتش المقطع كامل في الفيديو السابق ده قدامنا مدافع هاورتزار اللي قدمتها أوكرانيا فرنسا إلى أوكرانيا وأسكت شوية ونسمع المظاهرات الموجودة وكانوا بيقولوا روسيا 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 يلا جراحه اثم لها يشف متحهم يشف متحهم يشف مت upp يشف متحهم بعد اللي حصل في بوركينا فاسو وشافت فرنسا ان ممكن يعني نفوزها في أمريكا ينتهي بسبب قوة روسيا طلعت علينا رئيسة الوزراء الفرنسية بتقولي الحوار مع روسيا مستمر فهي قوة عظمى لا يمكن تجاهلها لبعضي اول دولة اوروبية تقول ان روسيا قوة عظمى ورقم صعب لا يمكن تجاهله قالت رئيسة الوزراء الفرنسية اليزا بيس بورن اليوم الاثنين ان روسيا لا تزال قوة عظمى لا يمكن تجاهلها ولذلك فان الحوار معها مستمر وقالت بورن خلال اجتماع مع الجمعية الوطنية الفرنسية لبحث الوضع في اوكرانيا روسيا لا تزال قوة عظمى جار لنا ولا يمكن تجاهلها المستقبل سيقرر على طاولة المفاوضات وليس في ساحة المعركة يعني قالت احنا هنلقي السلاح ولابد ان احنا نتواصل مع روسيا بالتفاهم لاني عرفت اني مش هينفع معهم القوة والعنف وتابعت بورن قائلة لذلك اختار رئيس الوزراء الفرنسي امانويل ماكرون الحوار مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وكان الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون قد اعلم في وقت سابق ان فرنسا عليها بذل كل ما في وسعها لكي تعود اوكرانيا وروسيا لطاولة المفاوضات بمجرد ان يكون الطرفان مستعدان لذلك واشار ماكرون الى ان الحوار القادم على الاحترام مع روسيا ويسمح بتحقيق نتائج مهمة طيب هنا كان الاول الكلام غير كده كانوا بيقولوا انك اصلي هنساعد اوكرانيا ونديها اسلاحة ولا نترك اوكرانيا الا اذا انتصرت الآن يقول لك لا مش هينفع نحن عادين الحوار وروسيا قوة عظمى وتلاجع كبير في التصريحات على مستوى رئيسة الوزراء ورئيس الجمهورية الفرنسي التي تعتبر من اكبر الدول الاوروبية هي المانيا وإطاريا كمان في اوروبا يا جماعة المانيا بدأت تخطط خطط منفردة لنفسها بعيدا عن الاتحاد الاوروبي وفي دول كثيرة جدا ازاي انتوا بتخططوا خطط منفردة بعيد عن التشاور مع الاتحاد الاوروبي وبدأت تنقسم دول الاتحاد الاوروبي والناتو يعني احنا شايفين ان تركيا فوادي واليونان فوادي هم الاتنين في حلف الناتو فرنسا مع اليونان قلبا وقالبا وتركيا ضد اليونان قلبا وقالبا فبدأ يتفتت حلف الناتو بسبب روسيا هل أقول لكم إذا انضمت أوكرانيا إلى حلف الناتو فهذا سيكون سبب رئيسي لتفكيك حلف الناتو استمتعنا بالأخبار الشيقة وكوب الشيقة الجميل الصعيدي الشحط محت هل أقول لكم على حاجة كده يعني عشان نحل بها الكلام زمان لما كان كان زمان القرش نهئمة كان مصروفي أنا شخصيا خمس كروش خمس كروش دية كانت جايبة عود الأصب الكبير دا اللي هو كان بقرش كنت أجيب عودين نص أصب لما أعمل دماغ أصب من الأصب أنت عارفين أصب السكر الكبير دا فكنا بنجيب العودين الكبار جدا دولا كل عود بقرش وأجيب إزاز كوكولا كوكولا بقرش ونص وجورنان الأهرام كان بقرش ونص بخمستاشر ملين أنا كنت مثقف وأنا في البداية حياتي كنت أحبه أنا جورنان الأهرام كنت أجيبه بخمستاشر ملين لما غري وبقى بشيرن على فكرة الخمس كروش كان اسمها شيرن لما غري وبقى بشيرن جورنان الأهرام قولنا محدش أشتريه جورنان غري قوي بقى بشيرن ونبدأنا شوية بشوية رجعنا تاني نشتري جورنان الأهرام وخصوصا العدد الأسبوعي عدد يوم الجمعة دا كان إدمان بالنسبة لي كنت أراه من الجلدة للجلدة زي ما بيقولوا من أوله لآخره حتى صفحة الوفيات وكان فيه برنامج وكان فيه يعني يعني أحسان عبدالقدوس كان بيكتب فيه قصص جميلة جدا كنت بتابعها وبريد الأهرام مصطفى حجادي وعمود اللي هو أنيس منصور وحاجات جميلة جدا كنت بتابعها أيام في بداية حياتي يعني أحب الثقافة وأحب القراءة وكان الشيلن الخمس إروش دا جاي بحاجات كثيرة جدا حبيت أحكي لكم عن الماضي وعن ما كنا نفعله ونحن صغاري يمكن الأجيال القادمة تكون مثقفة وتحب القراءة وتحب الحاجات اللي هي الثقافة العامة تحياتي لكم واشتركوا في القناة حتى يصلكم كل جديد محدثكم زريف الأديم اشتركوا في القناة